باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطعيمات الانفوانزة الموسمية لكبار السنة في منازلهما وذلك بهدف توفير الحماية لهم ضد الفيروسات الشائعة خلال هذه الفترة من إدارة الرعاية المنزلية تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية وتحديدا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا الاستعدادات تجري على قدم وساق لزيارة كبار السن في منازلهم وإعطائهم تطعيم الانفوانزة الموسمية بهدف الحفاظ على صحتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على التطعيم الوقائية لاستياما خلال هذه الفترة الحرجة التي يفضل لكبار السن فيها ملازمة البيت جزاكم الله خير طول الله عماركم ما تقصرون تزورون في هالوبا تفحصون علينا تطالعون تسلون عننا يومية تلفون الله يطول عمر الشيخ سلطان يعطي الصحة والعافية وأنتم ما تقصرون بعد الله يبارج فيكم فعماركم فرزاكم تأتي مبادرة تطعيم كبار السن في إطار جهود دائرة الخدمة الاجتماعية في تنفيذ المبادرات المعنية بخدمة وحماية الآباء والأمهات من كبار السن وتعزيز سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء تواجد في محايتهم الأسرية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية المطبقة في الدولة طبعا التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وقاية المجتمع تقدم دائرة الخدمات الاجتماعية عقار الأنفلونزة الموسمية الكبار السن في منازلهم كمرحلة أولية بدأنا بمدينة الشارقة والمرحلة الثانية لها الأفرع التابعة لها طبعا بدأنا إحنا من تاريخ 14 بتقديم هذه الخدمة الكبار السن في منازلهم وما زلنا مستمرين بهذه الخدمة لغاية ما نغطي الحالات المسجلة لدينا وفي حالة وجود كبار السن غير مسجلين يتم التواصل معنا ونقدم لهم هالعقار في المنزل وإحنا طبعا مستمرين بزيارات المنزلية من يوم الأحد غاية يوم الخميس وتكون زيارات يومية تقريبا نغطي على حدود 50 أو 40 حالة في اليوم يذكر أن حملة تطعيم الأنفل ونزل الموسمية لكبار السن تستهدف في المرحلة الأولى تفت منتسبيها من كبار السن كما أنه من الممكن طلب تطعيم لكبار السن بالإمارة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800-700 ترجمة نانسي قنقر